قاسية تلك الصفعات الاخيرة على وجه ايران السياسي والامني ليس جدلا على خطورتها انما تأكيد تكشفه نتائج التفجيرات الاخيرة لمنشآت النووية وضغط على المحور الايراني الايرانية الضغط وصل حد الانفجار ليخرج فضيحة مدوية كشفها الرئيس السابق محمود احمد نجاد بعد حديثه عن تغلغل النفوذ الاسرائيلي الى اجهزة المخابرات والامن في ايران لكن الاكثر فضيحة هو كشفه عن ان مسؤول منع التجسس كان جسوسا لاسرائيل حديث الرجل السياسي والرئيس السابق جاء بعد يومين من حديث الرئيس السابق للموساد يوسي كوهين عن نفوذ مخابرات اسرائيل في البرنامج النووي الايراني التوقيت الزمني الذي اختره نجاد لم يكن عبثيا انما كان في صلب المنافسة الانتخابية لكنه توقيت خطير وخرق كبير لمخابرات طهران التي تزعم في كل جولة بينها وبينة الابيب او واشنطن انها الاكثر قوة في حماية نفسها فكان الوصف اكبر صدمة للشراء السياسي الايراني عندما كشف نجاد وجود عصابة امنية رفيعة المستوى متهمة بالفساد سرقت وثائق مهمة من منظمة الفضاء بخروج شاحنات عبرت كل النقاط الامنية وخرجت من ايران ومع كل هذه الصفاعات لابد ان يوضع في حسابات الرئيس القادم الذي سيواجه بتأكيد نارا تشتعل في ملفات كبرى تغرق فيها ايران على رأسها المواجهة الايرانية الايرانية التي لا تقل وزنا عن مواجهة النفوذ الاسرائيلي والامريكي على حد سواء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر